كثير من المشاريع وحتى الأزمة حتى الأزمة أكثر من ثلاثة أكثر من ما شاء الله عليك حتى الأزمة الحالية هي موالدة اليوم ولا وليدة البارحة ولا وليدة قبل سنتين هي من سنوات وتعرف حضرتك أكثر من مشروع حجر أساس بلا أساس أنا ما فهمت من خلال استهلالية كلامك بالبداية أنه تحذيرك لأهل البصرة من المخططات الأخرى شنو هاي المخططات سيد سيد العسبي يعني اعتيادي أولا قضية تراكمية ماكو فعل استراتيجي وعمل استراتيجي بالبصرة بصراحة ومدر سنوات يعني وزارة الموارد المائية وزارة البلديات وزارة الإعمار وزارة الطرق الوزارات الأخرى الخدمية أغلبها كانت بصراحة بيدي الأخوة بالتيار أيضا وبالتالي إذا أكو تقصير أتجهناك التقصير اللي موجود يعني المفروض هذه الوزارات خلال السنوات الماضية لديها تخطيط استراتيجي يعني معقولة أن البصرة ما بيها محطة تحلية من 2004 لعام 2018 حوالي 15 سنة يوان التخطيط الاستراتيجي يعني إذا شط الحرب صعد بالملحي إما هاي دول الخليج أمامنا كلها وبالتالي أغلب مياهها ومياه الشرب كلها من محطات تحلية ماذا لم تقم الوزارات هذه وزارة الموارد المائية طيلة السنوات السابقة بصراحة على إنشاء محطات تحلية الخليج كون يحاسبون وزراء الموارد المائية السابقين والحاليين أثنين أيضا وزارة البلدية طرق خدمات جسور تبليل شوارع مجاري غيرها فرص عمل الشركات النفطية غيرها هذه كلها يعني وزير وزير محافظ محافظ كون يحاسب وبالتالي هذا للمستقبل مو الآن الآن مو وقت محاسبة الآن خلي نوفر للناس أما مخططات اعتيادي أخي يعني ما ممكن العراق الآن يمشي في أرض مثل ما تقول مبلطة وسلسة وما يكون مطامع إقليمية ومطامع دولية ومخططات دولية لإحداث الفتنة